أعلنت مصالح رئاسة الجمهورية في بيان لها عن إعداد قانون خاص امتدادا لقانوني الرحمة والوئاب المدني يخص 298 محكوما عليهم ووفقا لذات المصالح فإن القانون سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة ليرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة وكان رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الستيل لعيد الاستقلال قد اصدر مرسوما رئاسيا المتعلق بإجراءات العفو والتهديئة التي أقرها فيما يلي حوصلة لتحدد بالتفاصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو الفئة الأولى وتشمل 15524 محبوسا محكوم عليهم نهائيا في جرائم القانون العام الفئة الثانية تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة أي استفاد منها سبعة محبوسين خمسة منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من عشرين سنة وبقي منهم اثنان تنقضي عقوبتهم في سنة 2024 أما الفئة الثالثة تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة استفاد من هذه الفئة سبعة وعشرون محبوسا كلهم قضوا أكثر من عشرين سنة في حين الفئة الرابعة تتعلق بالمرضى كبار السن المصابين بأمراض مستعصية وعددهم أربعين سجينا استفادوا من العفو الكلي للعقوبة والفئة الخامسة تتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادة التعليم المتوسط وعددهم ثمانية وستين محبوسا استفادوا من عفو كلي وواحد وثلاثين استفادوا من عفو جزئي أما التكوين المهني وعددهم الفين وتسعة وستين استفادوا من عفو كلي وسبعمائة وثمانين استفادوا من عفو جزئي أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة البكالوريا سيفرج عنهم بعد إعلان النتائج